شهدت التأمينات والمعاشات المصرية تحولا كبيرا في الأوين الأخيرة مع إصدار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مؤخرا اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات والمعاشات وأكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أنه يمكن للمستحق من الأشخاص ذوي الهمم من فئة الأزواج أن يجمع بين المعاشر مستحق عن نفسه وبين المعاشر مستحق عن الزوج أو الزوجة دون حدود وللمزيد في سياق التقرير التالي طفرة جديدة في منظومة المعاشات والتأمينات تشهدها مصر وتحول كبير يمر به هذا القطاع خلال الأوينة الأخيرة مع إصدار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مؤخرا اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات والمعاشات الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية أشارت إلى أن قانون التأمينات الاجتماعية الجديد يشمل العديد من المزايا مثل زيادة المعاشات بصفة دورية يتحملها نظام التأمين الاجتماعي لمعالجة آثار التضخم على المعاشات فضلا عن إنشاء صندوق لاستثمار أموال التأمين الاجتماعية وحددت اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات والتي صدرت مؤخرا فئات العمالة غير المنتظمة التي تسري عليها أحكام هذا القانون والشروط الواجب توفرها فيهم والمستندات التي يجب أن يقدموها عند بدء الاشتراك وستسري أحكام القانون على فئة العمالة غير المنتظمة مثل الباع الجائلين وغيرهم من عمال التراحيل ممن لا يمارسون نشاط في محل عمل ثابت له سجل تجارية وبالنسبة لذوي الاحتياجات الخاصة أوضحت هيئة التأمينات أنه يمكن للمستحق من الأشخاص ذوي الإعاقة من فئة الأزواج أن يجمع بين المعاشي المستحق عن نفسه والمعاشي المستحق عن الزوج أو الزوجة دون حدود ويجمع بين تلك المعاشات وأي معاش آخر وفقا للأولويات دون حدود